الله الرحمن الرحيم. هنبدأ النهاردة مهمة جدا وهي ودي مهمة ان انت هتعرف اللبات بيتم التواصيل ازاي بين بين بعضها. يعني انا هاوصل راوتر مع بسي. هختار اني كيبل. خلاص? فاحنا عندنا مهمين جدا وهم دول اللي احنا هشتغل عليهم في كل اللبات اللي جاية. هو والتاني اسمه طيب ممكن بقى تفهمني ايه ده وايه هو عبارة عن بس ما بيكونش متقطع بيبقى خط مستقيم. انما بيبقى عبارة عن بس مش بيمشي في خط مستقيم انما بيمشي على هيئة كروس كروس يعني كروس. يعني مسلا ممكن يبقى جهاز من هنا يروح للكيبل من هنا يعني كده. انما لازم الجهاز هنا وجهاز هنا يمشي كده. انت دهات الغات دهات مش فاهم يعني يمشي كده وده يمشي كده. هقول لك بس هخلف زهنك معي وانا هفهمك الدنيا هتمشي ازاي. طيب. فانا دلوقتي عندي انواع نوعين من الكيبلز هيتعامله وهو النوع الاولاني اسمه الميدي والنوع التاني اسمه الميديكس. ايه هو بقى الميدي وايه هو الميديكس? والله بالمختصر مفيد. الميدي ده الاولاني هو عبارة عن ميديا ديبندنت انترفيس. التاني عبارة عن ميديا ديبندنت انترفيس. اللي اتنين ديبندنت. ولكن التاني بقى زود عليه اللي هو الميديكس اسمه ميديا ديبندنت انترفيس كروت اوفر. ده الفرق بين هما الاتنين. يعني ميديا ديبندنت انترفيس وده اه بمعنى اصح ان كل كل جهاز لازم يعمله او يتصنف تحت اي نوع من بتاع ده. يعني الميدي دي الميدي اللي هو الاولاني ده ليه نوع من اجازة. بس ثم اي جهاز بيكون يعني زي اغلبياتهم يعني زي ده اللي يقصب بي ايه يقصب بي كارت الشوكه اللي هو زي يعني والموبايل والاسمارتفون وهكذا يعني. ويه عندك الراوتر دور كلهم اجهزة ايه? اجهزة ميدي. وهكذا اي جهاز بيبقى بيستثناء الراوتر ده بيكون اسمه ميدي. انما الميديكس عبارة عن السويتش الهب وغيره. طيب. بالوقت ايه اللي بيحصل بقى? لو انت هتوصل جهاز الكاتيجرو بتاعي مصنف ميدي. لجهاز الكاتيجرو بتاعه مصدف ميديكس. مصنف ميديكس. ايبقى ساعتها هتستخدم الوصل اسمها ستريت. هلو كده? انما لو انت هتوصل جهاز من نوع آآ ميدي بجهاز تاني من النوع ميدي? يعني بسي بي بي سي. راوتر براوتر. آآ راوتر بي بي سي. آآ راوتر ببرنتر. يبقى ده تستخدم حاجة اسمها ايه? كروز اوبر. كروز اوبر. نفس الكلام هب بهاب سويتش بهاب. آآ اي ان كان. سويتش بسويتش. هب بهاب. ده برضو بستخدم حاجة اسمها ايه? كروز اوبر. طبعا انا عملتها لكم في تيبل. التيبل ده مهم جدا. وهيفاهمك الموضوع ده بشكل ايه? بشكل احسن. بصوا كده. هنا. الهب ده من نوع ايه? ميديكس. والهب ده ميديكس. من نفس النوع او من نفس النوع. يبقى كروز اوبر. والسويتش من نفس النوع من نفس النوع كروز اوبر. الراوتر لا مش من نفس النوع. الهب والروتر مش من نفس النوع. ده ميدي وده ميديكس. يبقى ستريت. هب وبي سي. البي سي والهب يبقى النوعين مختلفين. يبقى ستريب. نيجي بقى للسويتش. وهاب من نفس النوع. سويتش من نفس النوع. سويتش وراوتر روحين مختلفين. واللي ده برضو. راوتر وهاب اه راوتر وسويتش. راوتر وراوتر اللي اتنين من النوع ميدي. راوتر وبسيء من ميدي. وهكذا. فالتيبل ده يوضح لك انت بتوصل التيبلز على اقل انا اساس. طيب. تعال لبقى واريك حاجة كمان. لما بتيجي بتعمل الموضوع واتقرج الوصلات اللي بيبقى كده. بيبقى عندك مسلا بيبقى عبارة عن ثمن وصلات تحت بقى واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. انا اسف بس عشان نقولنا ايه موضوع ما نتابطش كده. ايه. ونعمل بقى ايه هيتوصل بالجهز التاني برضو. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. الفكرة بقى اللي انت لازم يكون الترتيب هنا مهم. يعني ايه الترتيب مهم? اهو مش بشكل استريت. يعني واحد ده هنا بني. لان التاريج بيبقى الوان الكابل جوه متقسم لمجموع من السلوك وكل سلك بيبقى لينه مقلوم معي. لو هنا بني. يبقى لازم النحة التانية وصاده في رقم واحد يكون بني. فلما ايجي بيوصل بيوصل استريت. فبيوصل البني بالبني. سي مسلا ان رقم اربعة ده بني ابيض. يبقى لازم ان يكون رقم اربعة النحة التانية هنا بالنبيض. شكاسة مستريت. يعني لازم كل لون وصاده اللون بتاعه في نفس الترتيب بتاعه. نفس الاردر بتاعه. لما تيجي تقرج. يعني انت لو بديجي تقرج واصلة من نوع استريت. يبقى لازم الكل لون ياخد اللون بتاعه وصاده النحة التانية بنفس الاردر بتاعه. انما في كرس اوفر. لا. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة تساعة تمانية. تلاتة اربعة خمسة تساعة تمانية. لو مسلا بني هنا في رقم واحد. عشان كاسة مو كرس مش لازم يبني يكون رقم واحد هنا. يكون مسلا في رقم اربعة. اخدام بالكم. لو رقم خمسة هنا. بون ابيض. ممكن مسلا بون ابيض عابل لنا رقم واحد بون ابيض. وساعة اميجا بوصل التوصيلة بتاعتك بتختلف لانها بتبقى برغة عن كرس عشان كده لما كده عملت لما جيت عملتها. اهو خمسة هنا بقى. فانا لما جيت عملتها هنا قلت انها عندي جهاز هنا وعندي جهاز هنا فاليزم يوصلت بستريد. ولما قلت لك انا عندي جهاز هنا وعندي رقم هنا. ممكن الوصل بتبقى عندك كروس لان الترتيب بتاعك مش هيكون اه لازم او لابد منه. عشان كده ممكن الوصل بتبقى. ليه? ان الواحد هنا اللي هو بوني هيقابل مسلا اربعة هنا اللي هو بوني. فتيجي بعلامة ايه? الكروس. فدي الفكرة بتاعت الكيبلز لان كل اللبات اللي هنعملها لما يجي بقى اختار السلكة بتاع تبقى عارف بقى. تبقى عارف انا بختار السلكة على اساس ايه? لو انا بوصل مسلا بمجموع الاجهزة اللي تحتها. السوتي ده ايه? طيب الاجهزة بسي ميدي. يبقى انا اجيب بوصلة من تحت ايه? في في السيسكو باكت ريسر اللي هو البردامج اللي هنشتغل عليه ان شاء الله. او جي ان اس اسري. فنختار ايه من تحت? اه اختار وصلة من نوع ممتاز جدا. من النوع ايه? انما لو وصل بهاب او بهاب او بهاب او بهاب يبقى الوصل بتاعت ايه? نفس الكلام براوتر براوتر بسيب براوتر اي ان كان بالحاجات دي من نفس النوع برضو كروس او. انما لو نوعين مختلفين هي الحاجة الوحيدة اللي بتختارك حاجة اسمها ايه? وطالما هي اللي لازم الاركام بتاعتها اكتبها بحسب نفس الالوان. واحد دينا بني يبقى لازم واحد يصدوا الناحة التانية بني. انما هنا لو واحد بني ممكن يقابلوا اربعة بني هنا ويتم يتوصيل واحد باربعة. اوكي? تيجي على هية كروس. انما دي تيجي على هية ايه? الاستراكش بتاعي تيجي على هية ده الجزء بتاع الكيبود. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.